يتوقع خبرائية أرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الواجه البحري وجنوب سيناء وعلى جنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب إنحاء ومعتدل حرارة رطب على السواحل الشمالية وفيما يلم مشاهدين الكرام بيانوا بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس نبدأها من محافظة القاهرة في درجة حرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26 والجو فيها حار في الأسكندرية 32 23 والجو فيها حار في مطروح 30 22 والجو فيها حار في بروسعيد 34 25 والجو فيها حار في الأسماعيلية 40 26 والجو فيها شديد الحرارة أما عن محافظة السويس في درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 25 والجو في السويس حار وفي العريش 33 23 والجو حار في طابة 38 26 الجو حار في شرم الشيخ و42-31 شديد الحرارة في الغرباقة و41-31 أيضا شديد الحرارة أما في محافظة الأكسر في درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29 والجو في الأكسر شديد الحرارة في أسوان 44-30 والجو أيضا شديد الحرارة في الواد الجديد 42-27 الجو شديد الحرارة فيه 39-29 والجو فيه حر وأخيرا في حلاب 38-30 والجو فيها أيضا حار والآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام دراجات الحارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة